السلام عليكم ورحمة الله معكم سيد من قناة أبدع والأستمتع كريت medications fun النهاردة بنتكلم عن المناهج الدراسية لعدد من الدول العربية هنا معايا موقع جميل جدا اسمه المناهج الموقع دوت بيقدم زي ما انتوا شايفين قدامكم المناهج الدراسية لعدد من الدول العربية زي ما انتوا شايفين هنا مثلا المناهج الاماراتية الكويتية السعودية العمانية والمناهج المصرية والمناهج البحرينية طيب ازاي انا بخش على الموقع نجيبها من الاول كده هنخش هنا هو تنفتح مثلا صفحة جديدة ونكتب مثلا هنا اه كلمة مناهج ماشي المناهج بالعربي هنلاقي هنا هو اول اختيار عندنا في اول في النتائج المناهج خش عليه اه زي ما انت شايفين جاب لنا الصفحة الرئيسية للمناهج ولكن هنا تمام بيدول بيقول لي او ام يعني انا دخلت على المنهج العماني هم صحي نهوت عشان اي اه 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 يجيب لك خيارات الدول بقى اه زي ما انت شايفين لازم تشوف نهوت على اليسار وتأكد ان انت موجود على المناهج دوت كوم تمام طيب المناهج دوت كوم هنا هوت زي ما قلت لكم هيتلاقي فيه المناهج لعدد من الدول تقدر تختار الدولة اللي انت عايزها وتخش تجيب منها الكتب الدراسية والملفات واي اسئلة وكده طيب في الصفحة الرئاسية نهوت قبل ما خش على اي دولة هننزل تحت هنلاقي مسلا هنا المنهج الامارات وجاب لك خيارات المنهج الامارات لو انت عايز تخش عليه حتى الكتب المدرسية وملفات الصفوف يعني الاسئلة واذا كان فيه اه طلبين اه حاجات للابحاث او كده كله موجودة نهوت وادي الكويتي وادي السعودي وادي المنهج المصرية وادي المنهج العمانية تمام طيب فرضنا انت دلوقتي عايز اه المنهج العماني وعايز كتب معينة من المنهج العماني فهتخش هنا على تحميل الكتب المدرسية تمام يعني انت مثلا ما عندكش كتاب العلوم هنفترض للصف السادس فانا لما بخش على المنهج العمانية والكتب المدرسية هيجيب لهنهوت ايه خيارات زي ما انت شايفين تحميل كتب صفوف الحلقة الاولى تمام يعني اللي هو صف الدراسي الاول تمام لدولة سلطانة عمان طيب وعند هنا هنهوت الصفوف احنا قلنا الصف السادس مثلا هنضرب مثال عندنا الصف السادس والكتاب عايزه بتاع كتاب العلوم مماشي فهنخش على الصف اهو دخل تحميل الكتب المدرسية للصف السادس اللي احنا اخترناه تمام عندك نهوت كل الكتب الدراسية للفصل الايه الفصل الاول طيب احنا قلنا عايزين كتاب العلوم هننزل لحد ما نجيب كتاب العلوم تمام اهو ادي كتاب الطالب تمام هدوس هنا اهو تحميل كتاب الطالب السنة الدراسية الفين وتسعة عشر الفين وعشرين هننزل تحت طبعا خلي بالك ان في اعلانات كتيرة وبيقول لك ده ولود عشان ما يدحكش عليك وتخش في صفحة مختلفة خالص تنزل تحت لحد ما تقف على حاجة اسمها رابط تحميل الملف وبيقول لك اهو كتاب الطالب تمام بتدوس هنا هو على اضغط هنا اهو بياخدك على صفحة خارجية اهو داولود وكتب لك ان الملف مساحته تسعة ميجا بايت ندوس هنا اهو اهو ادي تحميل كتاب العلوم نعمل استارت داولود اهو زي ما انتم شايفين تم التحميل كتاب العلوم كتاب الطالب اخش نهوت نعمل اوبن اهو هوة الكتاب هيفتح معنا بالكامل زي ما انت شايفين. تمام? اهو. منهج سلطنة عمان كتاب العلوم. دي كانت الطريقة ان انا اخش اجيب اي كتاب لاي دولة. ده في الصفحة الرئيسية زي ما قلنا لموقع المناهج. تمام? هو هنا هو دخلني بقى على ايه? على صفحة عمان. عايز ارجع للصفحة الرئيسية تاني هعمل ايه? هروح هنا على اعلام الدول. وادوس. تمام? يجبني تاني لصفحة اختيار المناهج الدراسية للدول المختلفة. تمام? فنختار بقى مثلا المناهج العمانية. دلوقتي انا عايز حاجات تانية مش كتاب الطالب بس عايز مثلا اه اسئلة مثلا. فهنشوف هنا هوات نختار برضو. ايدي الصف السادس. ومادة اه مثلا اللغة الانجليزية. تمام? ودي الفصل الاول. اقول له اعرض لي الملفات بتاعة الصف الدراسي الاول للصف السادس للفصل الدراسي الاول. ادي هوات عندنا كل الملفات المتعلقة بالصف السادس للفصل الاول. وهنا هوات تاريخ النشر. هنا هوات ده من الاحدث الى الاقدم. زي ما نشايف هنا واحد اكتوبر عشرين عشرين. وبتنزل تحت تلاقي هنا هوات اه يونيو بعدين يناير. فهنا احدث حاجة بتبقى فوق. فعلى سبيل المسال مسلا دي هنا هو بيقول لك مذكرة مفردات. هنشوف المذكرة المفردات دي هندوس عليها. اهو. ننزل تحت. طبعا زي ما اقول لك خلي بالك عشان في اعلانات كتيرة ما تتخدعش بكلمة اللي موجودة على اي اعلان. انا بنزل تحت لحد كلمة هاي. صورة الملف او صور الملف اهو. هو ده الملف اللي عندي. الملف هنا عشان صورة بقف عليه وبعمل لان هنا هو الملف على شكل صورة. اقول ايه? اهو بيجيب لي المكان اللي هزا اعمل عليه واقول له. اهو. تظهر علامة تحميل تحت. اول ما بيخلص التحميل بدوس عليها. طيب انا عايز اعرف مكانها. بدوس هنا عشان اعرف مكان موجودة فين في جهاز عندي. اهو. واقول له شو انفولدر. ادي هي. موجودة عندي. اه. ادي مذكرة المفردات اللي احنا اتكلمنا عنها. تقدر تخلي ابنك او بنتك يرجعوها. تمام? اه سواء من على الكمبيوتر او ممكن حتى تطبحها وتخليهم يذكروها براحة. طيب. عايزين ملفات تانية بس ما تكونش المرادي يصور مسلا هنروح تعاني برضو لخريارات. نرجع للصفحة اللي قبلها. تمام? اهو نعمل باك. اسئلة الامتحان. بقى هنا هو نشوف اسئلة الامتحان. خش مسلا على اسئلة الاختبار. وننزل تحت. اهو. هنا عشان مش صورة. فلازم يكون ايه? ملف كامل. لازم نستنى لحد ما يعد. ويجيب لنا علامة التحميل. اهو. جاير التحميل. ملف زي ما انت شايف بي دي اف. برضو بدل ما ضغط عليه اروح اشوف مكانه الاول. شوء ايه? عشان بعارف مكانه فين على الجهاز عندي. اهو. وضغط عليه خلاص عرف ان هو موجود في الدولة. اهو دي الملف كامل. من متعلق بالاسئلة ملف الاسئلة. اقدر برضو اخلي الولد يحله مباشرة او اعمله على شكل مزكرة زيارة يحل فيها اللي هو عايز. ده كانت رؤية سريعة لتحميل بعض الملفات وبعض الكتب. طب لو انا عايز ارجع تاني. فرضنا مسلا انا موجود في عمان. ولكن عايز اه اتعرف على المنهج المصري. فهعمل ايه? هرجع تاني هنا هوت. وادوس على الاعلام. هيجيبني الصفحة الرئيسية. واروح على المنهج المصرية. تمام? وعايز اتعرف مسلا على منهج العلوم بتاع الصف السادس. فهنختار برضو الصف اهو. هذي الصف السادس. والمادة هذه العلوم. تمام? وهذه هنا بيقول لك الفصل الاول. خلاص? وقول له واعرض الملفات. طيب بيعرض لك كل الملفات المتعلقة بالمادة العلوم للصف السادس. اقدر اشوف وخش نهوت. عندك نهوت مسلا ملف المراجع النهائية للفصل الاول. اقدر اخش عليها. طيب لو كنت عايز كتاب. لو انت عايز كتاب هنعمل ايه? خش برضو نهوت. على الاعلام. وننزل تحت خالص. ادي المنهج المصرية. وادي الكتب الدراسية او الكتب المدرسية. او اخش هنا. وهذه الصف السادس. وهادة الكتب المدرسية. ازي عندي الكتاب المدرسي. مسلا احنا قلنا هندور على كتاب العلوم. اذا دي كتابة المدرسية. هنا هوت باللغة الفرنسية او فيه باللغة الانجليزية. هنا زيادontجبرين. تمام? وفيه العلوم اللي هو كتاب الطالب باللغة العربية. طيب. نشوف مسلا العلوم باللغة الانجليزية. انا هو نضغط هنا. اهو. ننزل تحت لحد ما نشوف التحميل. لحد لازم نشوف نوع الرابط مكتوب. العنوان بتاع الحاجة اللي انا بدور عليه. رابط تحميل الملف. تمام? تحميل كتاب الطالب باللغة الانجليزية. اهو. اضغط هنا. اهو. نجيب لك اوكي تحميل. اهو. جاري التحميل. نفتح البرنامج ونشوف الملف. اهو. صف السادس. اهو كتاب العلوم باللغة الانجليزية. موجود كامل عندي. يعني ازا انت لو موجود في اي دولة عربية وعايز تطلع على منهج دولة تانية. كل ما عليك ان انت تروح للصفحة الرئيسية. زي ما احنا روحنا انهوت. وتتأكد ان انت موجود على الصفحة الرئيسية. وتختار الدولة اللي انت عايزها تنزل الكتب بتاعتها وتطلع عليها. وبعدين ترجع وتختار المنهج بتاعك وتكمل فيه. ده كان رؤية سريعة لموقع المناهج. واتمنى ان يكون اه شرح عجبكم وتستفيدوا به. ويريت ما تبخلوش علينا بلايك وسبسكرايب للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله.